أزمة العمر فاروق تطفو على السطح في الساعات الأخيرة يعني كلنا مبارح سيبنا انتخابات النادي الأهلي والأيمة كلها نكحة فجئنا النهاردة الصبح بقصة العمر فاروق وإنه لائحيا تم استبعاده وعدم اعتماد نجاحه وأنه عليه ينتظر سنة من الآن أو حتى شهر يوليو القادم ينظر في رأيه من خلال إعادة الانتخابات على منصب نائب الرئيس ويتفضل بالتقدم بأوراقه من جديد وكل من يريد أن يتقدم بالأوراق أو كل من يريد أن يترشح أمامه الموضوع معقد جدا وفي شق لائحي كبير جدا 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 وعلشان كده النادي الأهلي طلع بيان مهم خليني أعرلكم البيان اللي أصدروا النادي الأهلي ونبدأ من الآخر من البيان بيان ردا على البيانات المنسوبة لكل من مدرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأولمبية التي لم يتم نشرها على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة وتمت الإشارة فيها إلى تعليق اعتماد فوز العمر فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بالتسكية بدعوى وجوب أرض أمره على الجمعية العمومية القادمة استنادا لنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي أولا تنص المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات فإذا تساوى سنان أو أكثر في عدد الأصوات وجريت أرعى بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المشرفة لتحديد المترشح الفائز وإذا كان عدد المترشحين متساويا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة أو كان عدد المرشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتسكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين وفي حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتسكية تطبق أحكام مادة 41 فقرة 2 وإذا كان عدد المترشحين المعلن فوزهم بالتسكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتسكية والمدير التنفيذي والمدير المالي أو من يقوم بعملهما تتولى شؤون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية غير عادية وفي جميع الأحوال المنصوصة عليها في هذه المادة والمدى 41 يتم إرسال صور من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد النتائج النهائية ثانيا بالنظر إلى المادة 43 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كل من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية لتعليق فوز السيد العمري فاروق بمنصب نائب رئيس الأهلي بالتسكية يتبين أن هذه المادة جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تم نص عليه لائحة النظام الاسترشادي للأندي الرياضية الصادرة عن اللجنة الأولمبية المصرية وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندي الرياضية والتي منها على سبيل المثال للحصر لائحة نادي الظهور الرياضي ولائحة نادي هوليوبلس ولائحة نادي سمو أبل إسكندرية وغيرهم من الأندية الأخرى والتي تم الإخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المتلشحين بالتسكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التسكية فيها وقامت اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية باعتماد النتائج في هذه الأندية بالتسكية دون طلب يخص عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخرى ثالثا النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون بداية من فتح باب الترشح والذي بقلقه تبين أن منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العمري فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتسكية ثم تم عرض أمره على الجمعية العمومية التي انعقدت أمس من خلال استمارة التسويط التي وفقت عليها الجهة الإدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتسكية وفق ما تنص عليها نصوص اللائحة السالف بيانها كما أن استمارة التسويط هي مكتوبة غلط من المفترض التسويط المشارئ لها مدون بها كتابة عند منصب النائب لاعتماد فوزه بالتسكية وبالفعل حصل السيد العمري فاروق على تأييد أعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتسكية وبذلك بعد حصوله على عدد أصوات 19.472 وهو ما يقرب من 94% من عدد أصوات الحضور رابعاً يود النادي التأكيد على أن عرض أمر مرشح الوحيد على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتسكية لم تنظم له لوائح الأندية السالف الإشارة إليها شكلاً أو إجراءاً لهذا العرض لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الأندية المماثلة وبذات الإجراءات المعتمدة من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية والتي انتهت على حصول السيد العمري فاروق على عدد أصوات أكثر من النسبة المطلوبة خامساً الأمر لا يحتاج إلى لبس أو تفسير أو تأويل النادي الأهلي التزم صحيح أحكام القانون بشأن كافة إجراءات الجمعية العمومية للنادي المنعقدة بتاريخ 25 و 26 و 11 و 21 والدليل أنه تم توقيع مهضر اجتمام من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الأولمبية والمسؤولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي والمدرج بين بنوده الرئيسية اعتماد فوز العمري فاروق بمرصب نائب الرئيس بالتزكية وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الظهور منذ أيام بذات نص المادة سالفة الذكر في لائحة نادي الظهور وهي ذات المادة الموجودة في اللائحة الاسترشادية ونائحة النادي الأهلي وبذلك تكون وزارة الشوال الرياضة ملزمة بإعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة سادسا نؤكد أن ما جاء بتصريحات مدرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأولمبية أن محضر الورسل من الذهجة القضائية المشرفة اعتمد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها موقف العمر فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة أمر يتعارض مع صريح اللائحة ورأي الجمعية العمومية وما جاء بمحضر إجراءات الجمعية العمومية سالف الذكر والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة الأولمبية والمسؤولين من الجهة الإدارية الحاضرية للجمعية والذي من بين بنودها فوز العمر فاروق بالتسكية سابعا وأخيرا عرض موقف السيد العمر فاروق على الجمعية العمومية مرة أخرى هو أمر مستغرب جدا ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية ويخالف السوابق المستقر عليها في انتخابات الأندية وخاص ناج الظهور وهليوبلس التابعين لذات مدرية الشيبور رياضة بالقاهرة وعليه فإن النادي الأهل ومجلس إدارته كأهدهما دائما يتمستكاني بتطبيق صحيح القانون ولوائح وأحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفض رفضا تم من سياسة الكيلة بميكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية وأن العمر فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتسكية هذا هو بيان النادي الأهلي وكمان النادي الأهلي أرفق مجنوعة من المستندات في هذا مع هذا البيان لأنه زي ما انت شايف الموضوع فجأة كبر جدا وأصبح حديث الجميع وملء السمع وملء البصر فيعني لا حكايات في النادي الأهلي ولا بين جماهيره إلا عن الموقف القانوني للعمر فاروق العمر فاروق موجود ولا مش موجود العمر فاروق استبعد ولا ما استبعدش العمر فاروق نجح ولا ما نجحش العمر فاروق موقفه إيه عايز تنى سنة ويتعامل انتخابات تاني على منصب نائب الرئيس ولا إيه اللي حصل بيان النادي الأهلي كان بيانا قويا ونا شايف أن الأهلي في موقف الحرج جدا والبيان تحدي واضح من الأهلي للجهة الإدارية